نفذت رابطة أمهات المختطفين وقفة احجازية بخور مكسر في عدن للمطالبة بالإفراج عن 40 معتقلا و43 مخفيا في سجون الحجام الأمنية التابع لميليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا وحملت الرابطة في بيان لها ميليشيا الانتقالي المسؤولية الكاملة عن حياة أبنائها المعتقلين قصرا في السجون السرية ونشدت المجتمع الدولي والإقليمي الضغط على ميليشيا الانتقالي للكشف عن مصير المخفيين قصرا كما دعت الصليب الأحمر لزيارة السجون وفي مقدمتها سجن بئر أحمد من أجل توفير الاحتياجات الأساسية للمعتقلين